السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار النادي الأهلي مساء اليوم باست النادي الأهلي تصل أبو ظبي للمشاركة في الصبر المصري وتعرف على مواعد وحكام مباراة الأهلي وسيراميكا كيلو بطرة في الصبر المصري وتعليق عمر أديب تعليق ساخر وذلك بعد فوز النادي الأهلي بالبرونزية وإمام عشور الأهلي ثالث عظماء العالم وتنتظرنا تحديات كبيرة في البداية ما ننساش نعمل الاشتراك في القناة وانفعل الجرس عشان وصلنا كل جديد وصلت بسلامة الله بعثت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لدولة الإمارات العربية قادمة من المملكة العربية السعودية لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس الصبر المصري بعد الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم حيث يستعد النادي الأهلي لخوض بطولة الصبر التي يستهلها بمواجهة سيراميكا كيلو بطرة الساعة 7 مساء يوم الاثنين بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية 9 بتوقيت الإمارات ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيرامدز ومودرن فيوتشر على لقب الصبر المصري يوم 28 من ديسمبر الجاري على أن يلعب الخاسر من المبارتين في نفس اليوم على تحديد المركز الثالث والرابع وقد حصد النادي الأهلي أمس الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت في اسم مملكة العربية السعودية ليرفع النادي الأهلي رصيده من الميداليات في كأس العالم لأربع ميداليات برونزية عقب الفوز على أوراو الياباني بأربعة أهداف مقابل أهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي الجوهر المشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في كأس العالم 2023 وقد استقرت لجنة حكام مباريات الصبر المصري في الاتحاد المصري لكرة القدم على حكام مباراة الأهلي وأسراميكا كيلو باترة في نصف نهائي كأس الصبر المصري والذي سيقام في دولة الإمارات العربية من يوم 25 حتى 28 ديسمبر الجاري يدير المباراة الحكم حكم ساحة محمد معروفة سامي هالهل وسامير جمال مساعدين محمود البنة حكم رابع وعلى تقنية الفيديو طارق مجدي ومحمود أبو الرجال مساعدا له تقرر أن تقام مباراة الأهلي وساميكا كيلو باترة الساعة 7 مساء الاثنين الموافق 25 من ديسمبر 2023 في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من كأس الصبر المصري وتنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وأيضا تنقل عن طريق مباراة المباراة الصبر المصري الأربع مباراة في قنوات أبو ظبي الرياضية أيضا علق الإعلامي عمر أديب على حصد الأهل الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوراوى الياباني برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد أن حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على حساب نظيره أوراوى الياباني برباعية مقابل هدفين قال عمر أديب خلال تصريحات تليفزيونية على قناة MBC مصر أوع حد يأخذ منكم فرحتكم الفريق ضعيف أو دي برونزية ومبروك للأهلوية الأهلي حقق انتصارا عظيما شرف الكرة المصرية والأفريقية الأهلي أثبت أنه فريق برونزي واللي يقول لك برونزية قلوه عم دي في العالمية قلوه يقول لك جمهور الأهلي زعلان علشان البرونزية قلوه في ناس مش لاقية لا برونزية ولا نحاسية احنا قاعدين هنا لا عارثيين نأخذ الزهبية ولا الفضية ولا حتى نحاسية والأهلي جاب أربع أهداف النهاردة هنصبر ونكافح وإن شاء الله نصل لهذا المستوى وندخل أيضا من المباريات من أوسع بوابها لكن الأهلي والأهلوية لازم يفرحوا بالبرونزية أيضا بالنسبة لإمام عشور حيث أكد إمام عشور نجم النادي الأهلي أن الفريق الأحمر ثالث عظماء العالم مشرا إلى أن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق خلال الموسم الحالي وكتب إمام عشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الحمد لله الأهلي ثالث عظماء العالم أول مشاركة ليا في كأس العالم للأندية أول هدف في البطولة أول جيزة رجل المباراة وأول ميدالية عالمية في مسيرة كلها رغم أن طموحنا كان أعلى من هذا في البطولة لكن التوفيق ما كان شمعنا في بعض الأحيان فخور بالإنجاز فخور بكل اللاعبين أبطال أفريقيا شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي مبروك لكل جماهيرنا العظيمة ولسه في تحديات كبيرة طوال الموسم سنحققها بدعم جماهيرنا العظيمة إن شاء الله أزم كتبه إمام عشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي موقع الصور إنستجرامي يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كيلو باطرا وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 23 من ديسمبر 2023 في منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري من المعروفة أن السوبر المصري يشارك به أربع فرق وهم سيراميكا كيلو باطرا والنادي الأهلي وبراميز وفيوتشر يلعب النادي الأهلي مع فريق سيراميكا كيلو باطرا ويلعب بيراميز مع فيوتشر الفائز من هذه المباراة يلعب مع الفائز من هذه المباراة على المركز الأول والثاني والخاسر من المباراة الأولى مع الخاسر من المباراة الثانية يلعب على الثالث والرابع يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطلا للدوري المصري فيما يشارك سيراميكا كيلوباترا في البطولة كونه بطلا لكأس الرابطة المصرية المحترفة وغادر الفريق الأهلي السعودية ووصل بالفعل إلى أبو صبي حيث مباريات دوري السوبر المصري وصل على متن طائرة خاصة اتجهت من السعودية للإمارات مباشرة لمشاركة الأهلي في كأس السوبر المصري تنطلق مباراة الأهلي أمام نظره سيراميكا كيلوباترا الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت مكة المكرمة 9 بتوقيت أبو صبي أو بتوقيت الإمارات العربية تزاع مباراة السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كيلوباترا مساء يوم الاثنين عبر قناتين القناة الأولى وهي قناة أبو صبي الرياضية أما القناة الثانية التي تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت القنوات مفتوحة على النايل ساعة والعرب ساعة كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في هذه البطولة القوية التي يلاعب فيها فريق النادي الأهلي يبدأ بسراميكا كيلوباترا إن شاء الله وفي النهاية للأهلي إن شاء الله التوفيق وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر